حقف معك عنده نقطة العدالة كل ما تسمع اليومين دول اه بس لو في عدالة الاهلي اكتر حد بيطالب بالعدالة اكتر حد ادير من غياب العدالة في الموسم اللي فات على الاقل اللي كلكم فاكرينه وخمستاشر اه خمستاشر نقطة هدرت من الاهلي وموسم 14-15 اه وفموسم 14-15 السنة اللي فاتت بس خمستاشر نقطة اضعها التحكيم على الاهلي باعترف خبراء الحكام غير موسم الهدف الاعتباري و 12 نقطة للزمال غير موسم الهدف الاعتباري الصحيح لكن على علاقة بقى اتحاد الكورة بالبطولة لانه لما تسمع ناس كتير يقولك التحكيم والاتحاد والاهلي ونادي الدولة ونادي مش عارف ايه والناس بتغفل هو لانه لما بياخد الدولة بيبقى مين بطل مين رئيس اتحاد الكورة قبل ما تسرد اه انا عايز اقول ديع بقرية اه المقوحة ايوه وخد بالك اه ان كنت تستطيع ان تقلب الحقائق الاصرار على ليها اي وتعتمد على ان تعرف لو لانه هناك توثيق اي كانت سبتة الامور اللي هي مش صحة لكن التوثيق بيقولك ايه ايه ان في ازهى عصورة تحققت اه في ظل اولا عاملين مهمين جدا اي رئاسات الاتحادات كانت بقيادات زمال كوي اي ثانيا بتحكيم كل او معظم الانتصارات الحاسمة واغلابها كان من خلال تحكيم اجناب اه خش بقى على التفاصيل بصوا علاقة الاهل او علاقة اتحاده الكورة بالدوري لما الاهل بيفوز بالدوري مين اللي بيدير الانتحاد هو الاولا الدوري ابتدى سنة كام تمانية واربعين الدوري العام ابتدى تمانية واربعين بصوا مين اخر حد سلم الاهل درع الدوري اخر الدرعين الاهل فاز بيهم استاذ عمر الجنين تقريبا من اكثر الناس انتماءا وحبا للزمالك واللي شايف تفاعلاته كانت على السوشيال ميديا يعرف مدى لو طلع الترب بحاجات انتماء الاساس عمر الجنين اللي اتزى مالك ومع هذا في ظل رئاسته لللجنة الخماسية الاهل فاز بالدوري سنتين اللي عايز يشاكك يروح يشوف لكن الاخبر الاخطر والاهم والاقوى هو الاهل لما خاد التسع بطولات دوري التسعة دول كانوا في قيادات مين طب اخر واحدة اللي اتزى مالك اللي اكسبها كان مين القيادة ما هي السنة دي احمد مجاه اللي هو بتعمله انه اهلاوي يعني شوفوا بس طيب ده يعني ردا قاطعا على الناس اللي بتتكلم على نظافة سجل الدوري ونقاء بطولات الاهلي لما الاهلي يا حضرات يكسب بطولة الدوري في بدايتها 48 لمدة اربع مواسم متصرة عارفين مين اللي في اول اربعة الرئيس نادي الزمالك ها رئيس نادي الزمالك ورئيس اتحاد الكورة ووزير الحربية حضر باشا بصوا بس القوة الاهلي في الفوز بالبطولة الاهلي يفوز بالدوري في اول اربع سنين متصلة ورئيس الدوري او رئيس اتحاد الكورة اللي بيدير الدوري رئيس نادي الزمالك نفسه اللي كان بياخد لعبة الاهلي وديها الزمالك اللي كان له كل هذه التدقلات لكن الاهلي ياخد الدوري في اول اربع مواسم من 48 49 لغاية 52 53 حضر باشا الرجل القوي بتاع هذه الفترة رئيس اتحاد الكورة رئيس نادي الزمالك وزير الحربية لما يمشي بعد ثورة يوليو يرئيس اتحاد الكورة مين؟ عبدالعزيز عبدالله السالم وهو رجل ايضا زمالكاوي فيفوز الاهلي مع عبدالعزيز عبدالله السالم به 4 دوري كمان ده الاهلي نوع على الاربعة ياخد اربعة مع حيدر باشا وياخد اربعة مع عبدالعزيز عبدالله السالم بعد منه على طول دول التمانية خلصنا لا مخلصناش مين اللي اتحاد الكرة المشير عبد الحكيم عامر نفسه المشير عبد الحكيم عامر نفسه وهو أشد زملكة من حضر باشا رغم أنه كمان فيه علاقة قرابة بينهم كان يقال أن حضر باشا خال المشير عامر وأخه أخه حسن عامر لفترات طويلة لكن المشير عبد الحكيم عامر في وجوده الأهل ياخد الدورة 58-59-60-61-61-62 ثلاث مرات وراء بعض يعني بالله عليكم قيادات نادي الزمالك هم اللي بيديروا اتحاد الكرة والأهل ياخد الدورة سواء حضر باشا أربع ألقاب عبد العزيز عبدالله سالم أربع ألقاب المشير عبد الحكيم عامر ثلاث ألقاب أعتقد دي يعني أرقام ومعلومات دالة جدا على نقاء قيمة الآله ومدى أحقته بالجدرة بالبطولة لما تولى النائب محمد أحمد رئاسة اتحاد الكرة وهو رجل مش أهلوي برضو محمد أحمد ثلاث مرات الأهل ياخد الدور معاه 74-75 75-76 و76-77 إذن برضو في وجود حتى محمد أحمد الأهل ياخد الدوري الأهل ياخد الدوري بعد كده مع مين مع الكابتن محمد حسن حلم زمورة تخيلوا أنه حلم زمورة رئيس اتحاد الكرة الأهل ياخد الدوري 78-79 وياخد الأهل الدوري مع مصطفى علواني ثلاث مرات ده الفطرة الوحيدة في هذه الحقمة التي كان رئيس الاتحاد أهل ينتمي للنادي الأهل مصطفى علواني فياخد الأهل الدوري ثلاث مرات 79-80 81-81-82 يرجع قيادات الاتحاد زملي الكوية الدكتور حسن عبدون فالأهل ياخد مع الدكتور حسن عبدون ثلاثة دوري 84-85 85-86 86-87 ولما يطلع المنصب من الأهل أو من الزمالك لأنه انتوا شايفين أنه من 48 لغاية 87 تقريبا 40 سنة الأهل ما فيش قيادة أهلوية رأس الاتحاد الكرة إلا مصطفى علواني فقط يرجع أو يرأس الاتحاد لجنة مؤقتة برقاسة الكابتن إبراهيم الجويني فالأهل ياخد الدوري موسم 88-89 ندخل في عصر اللوح حرب واللوح حرب رجل مش أهلوي خالص مش كده مش أهلوي خالص فنلاقي في قيادة اللوح حرب الأهل بياخد 3 دوري مع اللوح حرب 93-94 و94-95 و95-96 مع الكابتن سامير زاهر وهو يعني أهلاوي بس كلكم عارفين وعلى فكرة يعني إذا كان كل هذه القيادات كان عندها من العدالة في إدارة المسابقة ما نقدرش نشكك في أداءهم لكن نقدر نقول ده دليل على مش ممكن حينحدوا للأهل أيوة نزاهة البطولة وسلامة فوز الأهل بالبطولة مش هتجيب حيدر مش هتجيب رئيس لدي الزمالك يجاب للأهل وإلا يبقى عندك مشكلة في الفهم يعني لو أنت متخيل إن حيدر باشا أو الكابتن حسن حلمي أو المشير عامر هيجامل للأهل ويظلم الزمالك وهو رئيس لدي الزمالك أو الدكتور عبدون أو الدكتور عبدون يبقى أنت عندك مشكلة في الفهم بجد لكن ده ردا على الناس اللي بيتشكك وللأجيال اللي هي ما بتاخدش بالها من الحقيقة دي كابتن سامير زاهر في وجوده الأهل بياخد الدوري ثلاث مرات 75 95 96 96 97 98 99 ولما رجع اللي هو حرب كمان لرئاسة الاتحاد ربنا يديله صحة فاز الأهل بالدوري موسم 99 2000 اللجنة المؤقتة اللي رأسها كابتن عصام عبد منعم فاز الأهل بالدوري فيها في 2004 2005 ورجع الكابتن سامير زاهر بقى في فترة طويلة ومعاه كان معاه في المجلس قيادات زمال كوية بس كمان في وجود الكابتن سامير زاهر من 2005 و2006 ودي الحقبة الزهبية بتاعت جيل الآلي اللي قدل فيها للمنتخب ده الجيل اللي محاش يقدر لا يشكك فيه ده لو ده لو محطوش حد في الاتحاد كان الأهل ياخد الدوري في فترة منو الجوزي والجيل الزهب اللي خاد الدوري من 2005 لغاية 2010-2011 لما حتى وهو رجل زمال كوية والأستاذ جمال علام رأس اتحاد الكرة الأهل أخد الدوري مرتين 2013-14 و15-16 رجع كمان للمهندس هانيا بوريدة يقود وهو مش أهلاوي برضو خاد الأهل الدوري تلت مرات مع المهندس هانيا بوريدة من 2016 لغاية 2019 ثم لقبين معلو ساز عمر الجنيني يعني 98% من ألقاب الأهل في الدوري كانت تحت قيادة كانت تحد الكرة تحت قيادة زمال كوية صرف ده رقم وإحصاء مهدة لهواة التشكيك نطلع على فاصل مهندس مهندس مهندس